نرجع تاني ليه الحفاظ على كيان الأسري هيك قلت مهم جداً احنا كزوج وزوجها نحافظ على هذا الكن احنا ليه ما بيناش بقى نحافظ على ده يعني هل احنا الحياة شغلتنا هل فكرة حياتي ومن بعد الطفان هل فكرة الزروف الاقتصادية ضغطة على الرجل والست مش مستحملين اي ضغوطات اخرى واحدين تلاتة تقول لي ايه سريعاً انا على مدار سنوات في هذا العمل اللي هو العلاقات الزوجية والاستشارات الأسرية وحل المشاكل الزوجية 90% من المشاكل الأسرية التي انتهت بالطلاق سببها الأنانية وحب النفس والمصلحة الشخصية فقط 90% تقريباً لو سألتك بقى الرجل ام السيدة الزوج ام الزوجة مين في الظروف اللي احنا فيها النهاردة بيحاول يحافظ على البيت اكتر سبب هدم كثير من البيوت النساء لان انت لما ترجع للجهاز سبب ايه فندب تاني كباً؟ سبب هدم كثير من البيوت النساء سبحان الله الله عز وجل جعل الطلاق في يدي من؟ الرجل تعال اشوف بقى دلوقتي نسبة الطلاق نقيب المأذونين بيقول ان 80% من حالات الطلاق في مصر خلع خلع وممكن حتى لو الطلاق النتيجة ان هي السيدة اللي بتقوله راجل من تشراري لو راجل طلقني لو من تشراري خلاص؟ لا 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 هقول لحضرك بس بمناسبة السؤال ده اتصلت بي من اسبوع سيدة من محافظة المنوفية وقالت لي شوف بقى احنا بنتكلم محافظات اللي هي الرفية اللي هي عندها اصار اللي كان استقرار اسر ايه لحد ما؟ خلعت زوجها وحبسته تمام؟ ده عندهم ولاد؟ عندهم ولاد وخدت العفش خدت العفش بعتت الناس خدوا العفش وعميت له تبديد وتحبس تمام؟ وبعدين عملوا صلحة وبتاعه مش عارف ايه كده وبعد مرور ثلاث سنوات الرجل بعد ما ام عيله حبسته ورادة يرجع لها استنى لا اهو مرضاش وراح اتجوز وعاش حياته ودنيته استقرت وبقى زي الفل وبعد ثلاث سنين بتترجاني اتدخل ان هو يرجعها زوجها تانية فانا بقى لما بقيم موقف زي ده انت كان عقلك فين لحظة اتخاذ هذا القرار ان انت تروحي تخلعيه ان انت تعمل كده هي مش بتغانيه ايش حياته من غيرها هو ده من الكلام ده هو مش هلاقي حد يستحمله ست مين اللي حترطى تروح له كل ستة اوائد الرجل ده خاص جارانتيب وسبحان الله انا بقول حضرتك الله عز وجل لوضع الطلاق في يد الرجل لان الرجل عنده يعني قدرة على التحمل وعلى حكمة وانهم مش هيتلفز بهذا اللفظ الا لما يصل الى مرحلة من مراحل اليأس بقى في اصلاح هذه العلاقة او الاهانة الشديدة او مواقف اخرى انما المرأة الان تقود بالقانون احنا بنطلب يعني مراجعة هذه القوانين وكتير من تقود بالقانون منطلق انها في عادة الطلاق بتحصل على ممكن انشاءة الزوجية والنفقة ومصاليف كبيرة بص حضرتك الراجل ده اطلع بره البيت واصرف واحنا عايشين حياتنا هي خدت حضانة الاطفال فأولادها معاها خدت النفقة الزوجية نفقة الصغار فبيتصرف عليها ومدارس وبيتفع مصرف ويدفع ولاية تعليمية وبيشوف ولاده في النادي ساعتين الرجل في قانون الخلع في مصر والطلاق في مصر مظلوم وده على فكرة ليس في مصرحة الابناء احنا دولتا بيجي لنا اولاد عندهم مشاكل نفسية بسبب ايه بسبب ان مامتهم عاوزة تستملهم وباباهم عاوزة يستملهم والاولاد شغالين على الاتنين فبنطلع عن حضر رجل بتقول احنا عايزين رب اولادنا ونعلمهم القيم ونعلمهم ده احنا في هذه الحالة بنعلمهم النفاق وبنعلمهم المكر والخداع وبنعلمهم الغش